لا يزال التهميش يستهدف القوات التابعة للشرعية في الساحل الغربي بعد أن تولت القوات السعودية مهمة تأمين ميناء المخى ومضيط باب المندب بدلاً عن القوات الإماراتية التي خفضت وجودها العسكرية في الحديدة بشكل كبير مصادر عسكرية قالت لوكالة الويترز إن ضباطاً سعوديين تسلموا قيارة القواعد العسكرية في ميناء المخى والخوقة وبشروا إجراءات تأمينها حيث أرسلت الرياض عدداً غير محدود من القوات لمدينة عدن وإلى جزيرة ميون على مضيق باب المندب ويرى مراقبون أنه من غير المتوقع أن تؤدي تلك التغيرات في قيادة القواعد العسكرية إلى تغيير يذكر في مسار الحرب ولا في وقف إطلاق النار في الحديدة بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي ويأتي خفض الإمارة لقواتها في اليمن بعد إعلانها في وقت سابق أنها عازمة على تغيير استراتيجيتها من الحرب إلى السلام مؤكدة أن قرار خفض قواتها لم يكن وليداً لحظة بل نوقش باستفاضة مع الرياض إعلان الإمارات خفض قواتها في اليمن ونيتها الانسحاب قوبل بشكوك سعودية عبر عنها المتحدث باسم التحالف العقيد ترك المالكي حين أكد أن الإمارات مستمرة مع دول التحالف في تحقيق الأهداف العملياتية والاستراتيجية في اليمن لإعادة الحكومة الشرعية وبين تسريبات الإمارات وتصريحات السعودية عبر ترك المالكي يظهر حرج الأول من إعلان هزيمة مخططهم بالاستحواذ على السواحل اليمن وحرص الثاني على تجنب بث مخاوف حلفائهم المحليين بعد من سحب الشريك الخليجي الأخير لها في اليمن